بجلسة تصويت سرية 152 صوتا نالتها القائمة باء من بين القوائم الاربعة المرشحة للفوز بمجلس المفوضين الجديد في مفوضية الانتخابات بعد شهور من الجدل والنقاشات الماراثونية بين الكتل السياسية وضغط الشارع العراقي وسرعان ما اعلن عن فوز القائمة وما تضمه من اعضائها التسعة خمسة من الشيعة واثنان من السنة واثنان اكراد انقسمت الاراء السياسية حول اختيار مجلس النواب للاعضاء الجدد منهم من ايد القائمة واعتبرها جامعة لكل المكونات والبعض الاخر عد الاختيار بمثابة تجديد الاقامة الحالية للكتل السياسية تم عبر مسرحية تخالف مطالب المرجعية والشعب كون المحاصصة كانت اساسا لتسمية العضاء الجدد حسب وصفهم مجلس المفوضين المنتخب خلا من المكون المسيحي والتركماني الى جانب عدم حضور المرأة في عضوية المجلس ما حرك الاصوات المنتقدة داخل البرلمان وصفة الامر بانه خرق فاضح للدستور وتراجع ديمقراطي مارسته الكتل السياسية المتنفذة ما جعل البرلمان يصوت على اضافة عضوين من التركمان والمسيح كنوع من التوازن يتمتعون بكامل الصلاحيات باستثناء التصويت على القرارات في مجلس المفوضية العليا بعيدة تسمية عضاء مجلس المفوضين بدأت التحركات لاطراف سياسية تطالب بمحاكمة المفوضية السابقة وعرضها امام القضاء على خلفية تهم بالفساد وخرق قانون المفوضية وبالرغم من اختيار مفوضية جديدة بهذا التوقيت الى ان اطرافا سياسية اكدت استحالة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في الثاني عشر من ايار الفين وثمانية عشر في المحافظات التي تحررت من داعش في ظل الظروف الحالية من جهته اكد النائب ارشد الصالحي ان هناك عقل